أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة أن المكانة الكبيرة التي تحققت لجامعة الشارقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية على مختلف المستويات الأكاديمية والبحثية والعلمية وغيرها توجب العمل بمزيد من الجهد لمواصلة تقدم الذي تحققه الجامعة ويعزز مخرجاتها جاء ذلك خلال ترأس سموه الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد صباح اليوم الاثنين في المبنى الرئيسي للجامعة في إطار الطلاع سموه الدائم والمستمر على سير العملية الأكاديمية في إمارة الشارقة ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الاجتماع الثاني والخمسين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد في المبنى الرئيسي للجامعة ورحب سمو نائب حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بسادة أعضاء مجلس الأمناء المتواجدين حضوريا أو باستخدام الاتصال المرئي عن بعد مشيدا بما حققه المجلس بقيادة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة مما كان له الأثر البالغ فيما وصلت إليه الجامعة كما أكد سمو نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة أن المكانة الكبيرة التي تحققت لجامعة الشارقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية على مختلف المستويات تجب العمل بمزيد من الجهد لمواصلة التقدم الذي تحقق المجلس اعتمد خلال اجتماعه عددا من الموضوعات كان منها ترقية أعضاء من الهيئة التدريسية إلى درجة الأستاذ والأستاذ المشارك وبرنامجي الدكتوراه المرشحين للاعتماد أحدهما في التقنية الحيوية والآخر في العلاج الطبيعي ومقترح إنشاء مركز بحوث الأنظمة والتقنيات والبنى التحتية المستدامة كما وافق المجلس على تشكيل هيئة تطوير الموارد المالية في الجامعة ونقل جائزة الشارقة لأطرحات الدكتوراه في التخصصات الإدارية والمالية إلى جامعة الشارقة بالإضافة إلى اعتماد مشروع حد السن لخدمة الأساتذة المساعدين والمحاضرين كما اعتمد المجلس أيضا خلال اجتماعه تخريج طلبات الجامعة الذين أنهوا متطلبات تخرج لبرامج البكالوريوس في فصل الصيف 2020-2021 وفصل الخريف 2021-2022 واطلع المجلس على تقرير الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الذي استعرض خلاله سير العمل في الجامعة وأبرز المنجزات المحققة خلال العام الماضي كما تعرف المجلس على سير العمل في واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار التي ستشكل مركزا هاما ورئيسا للبحوث في العلوم التطبيقية وحققت الجامعة العديد من المراكز المتقدمة في التصنيف الدولي والاعتماد الوطني حيث قيمتها وزارة التربية والتعليم من خلال هيئة الاعتماد الأكاديمي بمؤسسة عالية الثقة كما حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدولة في كثير من التخصصات التي تطرحها كعلوم الحاسوب والتخصصات الطبية والصحية وعلوم الفيزياء والفلك كما حصلت الجامعة أيضا على المركز الأول على مستوى الدولة في العام 2021 في البحث العلمي ووصلت البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة إلى 114 برنامجا معتمدا كما ناقش المجلس في ختام اجتماعه تقارير كل من اللجنة الاستراتيجية واللجنة المالية ولجنة الالتزام والتدقيق الداخلي واللجنة الأكاديمية